اعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تخطيط وادارة انتاج للصف التالي النهاردة ان شاء الله هنتناول كيفية حساب جدول الخامات او جدول التكاليف هو الاتنين واحد يعني هو اسمه التكاليف لان احنا بنحسب التكاليف تكاليف ايه تكاليف الخامات الخاصة باي دهان من الدهانات اللي احنا بنستخدمها على المساحات المختلفة وعلى الاسطح المختلفة سواء كانت جدران او اخشاب او معادي طيب اول حاجة طبعا علشان نتعرف على جدول حساب تكاليف الخامات الدهانات بتاعتنا لا بد ان احنا اولا نكون عارفين نوعية الدهان طيب دي نقطة النقطة التانية ان احنا نكون عارفين او معانا المساحة المحددة اللي احنا هنقوم بعملية دهانها طيب الكلام ده بيبقى في عبارة عن منطوق يعني ايه منطوق المنطوق بتاع المؤيسة او الموضوع بتاع المؤيسة بيقول لي اوجد تكلفة دهان مساحة مقدرها كذا يبقى اول نقطة لازم يكون المساحة طيب دهانها مثلا دهان البلاستيك تأسيس بلاستيك طيب دهان البلاستيك ده هدهنه على المساحة على ايه على سطح ايه على سطح جدران طيب كويس جدا يبقى ده الجزئية الاولى طيب الجزئية التانية ايه الجزئية التانية ان بيديني اسعار الخامات اللي انا هستخدمها يعني مثلا هستخدم البلاستيك يبقى ميديني سعره الحالي طيب هستخدم صنفرة ميديني برضو سعرها اي خامة من الخامات اللي انا هستخدمها لابد انه يكون ميديني اسعارها طيب يبقى أنا عرفت أسعار الخامة المساحة ثم أسعار الخامات طيب النقطة الثالثة اللي لازم تكون موجودة إيه؟ اللي هو أجر العامل أجر العامل أجر العامل بيكون مدهولي عبارة عن أجر يومي أجر يومي طيب وفيه بعد أجر العامل فيه جزئية أخرى اسمها الضميمة أرباح ونسريات الضميمة أرباح ونسريات يعني إيه ضميمة أرباح ونسريات؟ الضميمة أرباح ونسريات أولاد عبارة عن الأرباح اللي قد تعود على العامل أو المقاول اللي هو شايل العمل شايل الشغل طيب يبقى أول نقطة أرباح طيب النقطة التانية إيه؟ عبارة عن مصاريف قد تزيد على حساب التكلفة يعني ايه على حساب التكلفة يعني مثلا هو جاب كمية من الدهان جاب ادوات اللي هيستخدمها وبعض هذه الادوات تلفت هذه الادوات اللي تلفت هيضطر يجيب ادوات اخرى فبيكون محملها على التكلفة بيكون محملها على الايه على تكلفة المؤيسة بالكامل اللي هي التكلفة بتاعة الدهان طيب دي حاجة الحاجة التانية بجانب الايه الارباح طيب هل النسبة دي اللي هي نسبة الضميمة محددة لا مفتوحة يعني ممكن يقول ضميمة ارباح ونسريات 20% او 15% او 30% حسب ما هو يطراءة للمقاول العمل وحسب ضخامة العمل او المساحات اللي هيقوم بعملية تشطبها او جهنها طيب هنبدأ مع بعضنا كده نقطة نقطة نبدأ نتعرف على كيفية تطبيق او كيفية عمل جدول حصر الخمان زي ما قلنا بيكون مديني موضوع المؤيس اوجد تكلفة دهان مساحة مقدرها اه مديني المساح اول شرط بدهان البلاستيك فوق الجدران داخل جدول حصر التكاليف طيب مديني اسعار الخامات هيستخدم خامة البلاستيك فقط بكامل كيلو سبعة جنيه الكيلو اللي هو الوحدة اللي احنا هنجيب بيها الخامة بتاعتنا طيب بعد كده مديني اجر العامل اليومي اجر العامل اليومي كام سبعين جنيه طيب بعد كده مديني ايه نسبة الضميمة ارباح ونسريات اتنين وتلاتين في المية طيب كده اول جزئية ان لازم يكون مديني المنطوق بتاع المؤيسة او الموضوع اللي هو المساحة واسعار الخامات واجر العامل اليومي والضميمة طيب المرحلة اللي بعد كده لابد ان انا اكون شايف في المؤيسة ايوا جدول يعرف بجدول المعدلات ايه جدول المعدلات ده جدول المعدلات اللي هو خطوات الدهان اللي انا هستخدمها خطوات الدهان اللي انا هستخدمها يعني انا هستخدم دلوقتي دهان بلاستيك طيب خطواته ايه عبارة عن بطانة بلاستيك ومديني الخامات بتاعتها وبعد كده الضهارة اللي هو الوجه النهائي اللي هو وجه البلاستيك وايضا مديني الخامات بتاعتها طيب وفي جدول المعدلات مديني حاجة اسمها متوسط فرج الكيلو وايضا مديني معدل انتاج العامل طيب متوسط فرج الكيلو اللي هو ايه طبعا احنا عارفين ان الخامات درجة السيولة بتاعتها بتختلف فاحنا ممكن نجد البلاستيك درجة السيولة بتاعته بتبقى في حالة سيولة طيب هل سيولة دهان البلاستيك او سيولة البلاستيك زي زي سيولة الورنيش طبعا سمع واحد بيقول لي لا طبعا الورنيش بيبقى اه الدهان غاليز القوام شوي طيب وعندي البلاستيك في حالة سيولة طيب لو انا مسكت الفرشة بتاعتي كده ودهانت جبتي كيلو من دهان البلاستيك ودهانت مساحة بالكيلو طيب وجبت فرشة وجبت الكيلو ايضا من الورنيش ودهانت مساحة طيب هل المساحة اللي انا دهانتها بديهان او بكيلو الورنيش هي نفس المساحة اللي دهانها كيلو البلاستيك طبعا لا اقل بتكون ايه اقل ليه لان دهان الورنيش غاليز القوام اما دهان البلاستيك السيولة بتاعته عالية شوية فبالتالي فرد معايا مساحة اكبر اذا كيلو البلاستيك بيفرد مساحة تختلف عن كيلو الورنيش اللي بيفرد مساحة طيب والكلام ده على جميع الدهانات على جميع الايه الدهانات فتعمل متوسط فتعمل ايه متوسط يعني مساحة تقديرية ان بيفردها الكيلو بيفردها ايه الكيلو طيب المساحة التقديرية اللي بيفردها الكيلو البلاستيك متوسط فرد الكيلو في الخطوة الاولى خمسة يعني بيفرد لمساحة خمسة متر الكيلو الكيلو بيفرد خمسة متر طيب والخطوة التانية بيفرد لي أربعة متر اللهم هو ده بلاستيك وده بلاستيك آه ولكن قوام البلاستيك في طبقة البطانة سائل أخف طيب أما البلاستيك في طبقة الظهارة بيكون أعلى يعني حالة السيولة بتاعته إيه حالة السيولة بتاعته بتكون أقل فبالتالي بيفرد لمساحة أقل طيب نيجي معدل الإنتاج إيه هو معدل الإنتاج؟ معدل إنتاج العامل يعني إيه معدل إنتاج العامل؟ معدل إنتاج العامل يعني العامل بينتج قد إيه؟ أنا عندي مساحة المساحة بتاعتي سبعين متر معدل إنتاج العامل في البطانة بيقول لي خمسين آه يعني إيه خمسين متر دول؟ الخمسين متر دول اللي يقدر يدهنهم العامل في يوم اللي يقدر يدهنهم العامل في إيه؟ في يوم طيب كويس جدا طيب أما أنا أكون عندي سبعين متر والعامل مقدرته ليه؟ إنتاج العمل خمسين متر يبقى هيدهن خمسين متر في يوم من السبعين تمام كده؟ طيب هيتبقى كام؟ هيتبقى عشرين آه يعني نقول العامل دهن السبعين متر في يومين؟ لا طبعا مش في يومين أما لها نقول في إيه؟ في يومين ونص طب ليه يومين ونص؟ آآ آآ يوم ونص ليه يوم ونص؟ قول السبب دلوقتي أنا عندي خمسين دهنهم في يوم طيب لو أنا قلت له اشتغل نص يوم يبقى هيدهن كام من الخمسين؟ هيدهن خمسة وعشرين هيدهن كام؟ خمسة وعشرين طيب لو مقدرة العامل أو قدرة العامل إنه يدهن في اليوم سبعين متر آآ سمع واحد بيقول يبقى لو اشتغل نص يوم يبقى هيعمل خمسة وثلاثين متر تمام طيب يبقى دايما يا جماعة نخلي بنا من نقطة إيه النقطة ديت؟ يبقى أنا ممكن أحسبها من غير آلة إزاي أحسبها من غير آلة؟ أنا عندي دلوقتي قدرته في اليوم خمسين يبقى خمسين من السبعين خمسين من السبعين اتبقى عشرين أقل من نص قدرته ولا لا؟ أقل بإيه؟ بخمسة متر يبقى ده نص على طول يتحسب نص يوم يبقى لو قدرة العامل قدرة العامل أما تكون خمسين متر في اليوم قدرة العامل أما تكون خمسين متر في اليوم وأنا عندي سبعين متر يبقى هناخد خمسين في يوم اتبقى كام؟ عشرين أقل من إيه؟ من نص الخمسين أقل من نص الخمسين يبقى هيتحسبه إيه؟ نص يوم هيتحسبه نص يوم طيب يبقى احنا كده عرفنا قدرة العامل يعني إيه؟ قدرة العامل اللي هي القدرة على إنتاج عدد من الأمطار القدرة على إنتاج عدد من الأمطار طيب لو ضربنا مثل تاني عندنا مثلا مية وخمسين متر وقدرة العامل كام؟ قدرة العامل خمسين يبقى دهن خمسين في يوم وكمان خمسين في يوم وكمان خمسين في يوم يبقى ثلاثة أيام يبقى كام؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام طيب لو كانوا مية أربعة وخمسين متر وقدرته برضو خمسين يبقى خمسين في يوم وخمسين في يوم وخمسين في يوم تبقى كام؟ أربعة متر بقى أربعة متر الأربعة متر دول يعني هيجي لهم يوم تاني هيجي لهم يوم تاني طيب معنى أنه هيجي يوم تاني يبقى دول أقل من نص قدرته اللي هم خمسين يبقى يتحسبه إيه؟ نص يوم نص إيه؟ يوم طيب كده إحنا اتعرفنا على كيفية حساب عدد الأيام كيفية حساب عدد الأيام اللي العامل بيشتغلهم وطالما أنا عرفت عدد الأيام أقدر أجيب أجر العامل في الأيام بتاعته اللي هيشتغلها لو هو مديني إيه؟ أجره مديني أجره فهو مديني الأجر بتاعه بيقول لي أن أجر العامل سبعين أجر العامل سبعين جنيه طيب والعامل اشتغل مثلا مثلا ثلاثة يبقى هنقول سبعين في ثلاثة ياب بتساوي كام؟ مدين وعشرة جنيه بتساوي مدين وعشرة جنيه دي إيه؟ جملة الأجور دي جملة لإيه؟ الأجور يعني أجر العامل في عدد الأيام اللي اشتغلها أجر العامل في عدد الأيام اللي إيه؟ اللي اشتغلها طيب نيجي بقى أنا عاوز بقى أجيب تكلفة الديهان نفسه تكلفة الديهان نفسه طيب أنا علشان أجيب تكلفة الديهان في حاجة لابد أن أنا أجيبها متوسط فرد الكيلو ده هو حطه علشان أنا بجيبه طيب أجيبه إزاي بقى؟ طبعا بقول كمية اللازمة الكمية اللازمة في الخطوة الوحدة يعني إيه؟ الكمية اللازمة في الخطوة الوحدة آه هقول لك مش إحنا عندنا جدوى المعدة للإنتاج اللي إحنا شفناه من شوية في خطوتين اتنين بطانة بلاستيك وفي بطانة بلاستيك وفي ظهارة بلاستيك دي خطوة ودي خطوة طيب الخطوة دي فيها خمات فيها بلاستيك زائد بلاستيك مية والخطوة دي فيها برضو بلاستيك زائد مية طيب طيب هل البلاستيك ده محتوط كده ولا له مقدار له مقدار بيحدد بنسبة أربعة من عشرة بلاستيك زائد ستة من عشرة مية طيب نيجي للضهارة خمسة من عشرة بلاستيك وخمسة من عشرة مية طيب يعني لو احنا حبينا نوصف الاربعين الاربع من عشرة دي يعني مثلا مثال نقول اربعة كيلو زائد ستة كيلو مية اربعة كيلو بلاستيك زائد ستة كيلو مية الخطوة التانية خمسة كيلو بلاستيك زائد خمسة كيلو مية طيب النسب دي لازمتها ايه آه لازمتها ايه علشان نجيب الكمية اللازمة للخطوة حلو يعني ايه بقى انا عندي المساحة كام اتفقنا خلاص المساحة من دهاني قبل كده وبيقول لي ان المساحة خمسة وسبعين متر يبقى دي المساحة متوسط فرد الكيلو في الخطوة الاولى كام من دهولي اهو خمسة خمسة مديني خمسة يبقى هنقسم يبقى احنا هنتطر نقسم هنقسم الخمسة وسبعين على خمسة اللي هي ايه متوسط فرد الكيلو خمسة وسبعين المساحة على خمسة متوسط فرد الكيلو بيسوي كام خمستاشر كيلو خمستاشر كيلو طيب الخمستاشر كيلو دول عبارة عن ايه عبارة عن مية وبلاستيك مية وبلاستيك طيب مية وبلاستيك طب انا عاوي انا اشتريت البلاستيك لكن انا ما اشتريتش المية طب عاوي اعرف بالزبط انا دلوقتي البلاستيك بكام اللي انا هشتغل بيه البلاستيك بكام اللي انا هشتغل بيه يبقى بعمل ايه بجيب كمية الخام يبقى انا عندي ايه عندي خطوة ايه يبقى اولا الكمية اللازمة بتساوي المساحة المساحة على على متوسط فرد كيلو طيب كويس جدا طيب اللي بعد كده بقى عاوز ايه عاوز اجيب كمية الخامة كمية ايه الخامة طيب كمية الخامة البلاستيك قلنا في الخطوة الاولى كام اربعة من عشرة والمية ستة من عشرة طيب عاوز كمية الخامة كمية الخامة اللي هي ايه البلاستيك بعمل ايه الكمية اللازمة اللي انا جبتها دي الكمية اللازمة بضربها في نسبة البلاستيك بتساوي خمستاشر كيلو في اربعة من عشرة خمستاشر كيلو في اربعة من عشرة بتساوي كام بتساوي ستة كيلو بلاستيك ستة كيلو بلاستيك طيب يبقى انا عرفت كده ازاي انا بجيب كمية الخامة وازاي بجيب الكمية اللازمة للخطوة كمية اللازمة للخطوة طيب نستعرض مع بعضينا بقى ازاي الخطوات بتاعتنا هنبدأ هنبدأ نجيب كل الخامة كل خامة من الخامات بتاعتنا طيب اول حاجة طبعا ادي جدول المعدلات بتاعتنا بتاعنا للخطوة الاولى ادي القانون الكمية اللازمة بتجي ازاي المساحة على متوسط فرد الكيلو طيب المساحة هنعوض بيه المساحة اللي هي خمسة وسبعين على خمسة اللي هو متوسط فرد الكيلو الدني كام الدني خمستاشر كيلو اللي هو ايه اللي هي كمية الخطوة كلها اللي هي عبارة عن خليط من البلاستيك والمية طب عاوز كمية الخامة بقى بنقول القانون بتاعتنا الكمية اللازمة في نسبة الخامة اللي موجودة فين النسبة ايوة اللي هي موجودة في جدول المعدلات الخاص بالخطوة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها يعني ما خدش البلاستيك اللي في الخطوة التانية لا طبعا لان الخطوة التانية اللي هي خاصة بديهان البلاستيك اللي هو الطهارة هيبقى متوسط فرد الكيلو مختلف يبقى ما ينفعش طيب بنقول كمية البلاستيك بتساوي خمستاشر كيلو اللي هي الكمية اللازمة في نسبة البلاستيك اللي هو اربعة من عشرة بيساوي ستة كيلو بلاستيك ستة كيلو بلاستيك طيب اللي احنا عملناه في الخطوة الاولى بنعمله في الخطوة التانية بنعمله في الخطوة ايه التانية اهو طبعا ادي الخطوة الاولى طبعا بنعمل جدول بنكون محددين فيه الخامات بتاعتنا فاحنا الدهام بتاعنا عبارة عن ايه خامة وحدة خامة وحدة فاحنا حطينها في نسب الخامات هنا خامة وحدة طب اقدر انا عندي اكثر من خامة يبقى بعمل خانات هنا طولية بحيث اكتب فيها الخامات بتاعتنا طيب يليها في ايه عدد الايام يليها اجر العامل اليومي يليها الاجمالي بقى بتاع الفلوس سواء كان تمر الخامات او اجر العامل او اذا كان في حاجة اسمها اعمال اخرى برضو بيبقى في الخانات دية طيب بنقول البطانة بطانة البلاستيك الوحدة بتبع بالكيلو طبعا الكمية اللازمة اللي هي الخمستاشر كيلو تمام البلاستيك طبعا اعنا حسبت يبقى طلع الايه الستة كيلو وعدد الايام طبعا احنا حسبناها قبل كده وقلنا ان الراجل ده بيشتغل خمسة وسبعين متر هندهن منهم كام هندهن منهم خمسين في يوم هيبقى خمسة وعشرين يبقى نص يوم يبقى ايه نص يوم يبقى يوم ونص يوم ونص ودي اجر العامل اللي هو سبعين طيب نيجي بعد كده الخطوة التانية الخطوة التانية برضو هادي جدوى المعدلات الدهان بتاعنا ده الخطوة التانية البلاستيك خمسة من عشر طيب هنعمل برضو المساحة على متواصفر دي كيلو يبقى المساحة بتاعتنا اللي هي خمسة وسبعين متواصفر دي كيلو في الخطوة التانية كام؟ أربعة يبقى خمسة وسبعين على أربعة بتساوي تمنتاشر كيلو سبعمية وخمسين جرام تمنتاشر كيلو سبعمية وخمسين جرام طيب عاوزين كمية ايه؟ كمية البلاستيك يبقى الكمية اللازمة في نسبة كل خامة هنضرب التمنتاشر كيلو وطبعا زي ما احنا قلنا برضو التمنتاشر كيلو في الخطوة التانية يعني تمنتاشر كيلو وسبعمية وخمسين دول عبارة عن بلاستيك ومية والبلاستيك هنا خمسة من عشرة والمية هنا خمسة من عشرة طيب أنا عاوز أجيب كمية البلاستيك بس لأنه هو ده اللي أنا مش تريبي فلوس يبقى هعمل ايه؟ هكتقول كمية الخامة البلاستيك بس دي ايه؟ للخطوة التانية بتساوي تمنتاشر كيلو سبعمية وخمسين جرام بتساوي فيه خمسة من عشرة بتساوي تسعة كيلو وتلتمية خمسة وسبعين كيلو جرام دول كمية ايه؟ دول كمية البلاستيك طيب هو احنا بنقول خمسة من عشرة بلاستيك وخمسة من عشرة مية طيب هل كمية البلاستيك وكمية المية واحدة؟ اه طب أنا عاوز أتأكد ان الكمية مظبوطة يبقى هعمل ايه؟ بجمع دي مع المية يعني انا لو قلت تسعة تلاتة خمسة وسبعين ده ايه؟ البلاستيك زائد ده ايه؟ المياه جمعناهم مع بعض صفر سبعة وسبعة اربعتاشر خمستاشر خمسة ومعانا ال واحد سبعة تسعة وتسعة تمنتاشر ادي الكمية بتاعتنا ادي ايه؟ الكمية بتاعتنا يبقى احنا ادي الكمية واحدة الكمية واحدة يبقى انا شغال مظبوط يبقى انا شغال ايه؟ مظبوط طيب كده نبقى احنا عرفنا ازاي نوجد الخامة وازاي نوجد الكمية اللازمة للخطوة الاولى والتانية زي ما احنا عارفين ادي الخطوة التانية بتاعتنا زي ما قلنا المساحة على متواصفر دي الكيلو وجبنا المساحة بتاعتنا اللي هي خمسة وسبعين على اربعة وبعد بتساوي 18 كيلو و750 جرام 18 كيلو 750 جرام علشان نجيب كمية البلاستيك هنضرب 18 كيلو 750 في الخمسة من عشرة اللي هي نسبة البلاستيك للخطوة التانية بيديني 9 كيلو و 375 و 75 من الف طيب دلوقتي بالنسبة العدد الايام قدرة العامل في الخطوة الاولى كانت كام في الخطوة الاولى كانت قدرة العامل كانت 50 طيب الخطوة التانية مختلفة الخطوة التانية مختلفة مديني كم نسبة العامل مديني 30 مديني نسبة العامل كام 30 قدامي اهيه 30 قدرة العامل تلاتين طيب يبقى احنا عاوزين نجيب عدد الايام عاوزين نجيب ايه عدد الايام بتاعتنا طيب المساحة كام خمسة وسبعين متر طيب قدرة العامل كام تلاتين تلاتين في اليوم طيب يبقى احنا هنقول تلاتين في يوم تلاتين في يوم دول كام ستين تبقى كام خمستاشر الخمستاشر اللي بقين دول نص ايه قدرة العامل يبقى كام هيبقى يومين ونص يومين و ايه ونص كده وضحت بالنسبة لعدد الايام يبقى عدد الايام بنقول عدد الايام بتساوي المساحة على ايه على قدرة العامل او معدل انتاج العامل يعني ممكن تيجي كده وممكن تيجي كده طيب كده انا عرفت اجيب عدد الايام بتاعتنا ازاي طيب لو نتذكر عدد الايام في الخطوة الاولى كانت كام يوم ونص طيب وفي الخطوة التانية عدد الايام كام اتنين ونص تمام يبقى هنجمعهم مع بعضيهم هيديني عدد الايام كام اربعة هيديني اربع ايام واجر العامل من دهوني يبقى عاوز التكلفة يبقى هضرب الاربعة في الاجر اليوم بيساوي جملة الايه الاجور بيساوي جملة الاجور طيب كده يبقى احنا اتعرفنا ازاي نحسب اجر العامل واتعرفنا ازاي نحسب كمية الخطوة وازاي نحسب كمية الخامة طيب نيجي ننتقل للخطوة اللي بعد كده بالتوضيح طبعا عدد الايام بيجي ازاي هساب عدد الايام عدد الايام للخطوة الاولى بيساوي المساحة على معدل انتاج العامل اللي هي خمسين خمسة وسبعين اللي هي المساحة بتاعتنا على قدرة العامل او معدل انتاج العامل خمسين بتساوي يوم ونص طيب الخطوة التانية برضو المساحة على معدل انتاج العامل اللي هي خمسة وسبعين على قدرته اللي هي كام تلاتين بتساوي يومين ونص نيجي بقى للمرحلة اللي تالي ذلك المرحلة اللي تالي ذلك ايه بقى بيقول لي انت كده جبت جملة الخامة يعني ايه جبت جملة الخامة انا جبت كمية البلاستيك في الخطوة الاولى وجبت كمية البلاستيك في الخطوة التانية طيب هو انا هجيب ده لوحده وهجيب ده لوحده لا ده انا بجيب لاتنين مع بعض اجمال يبقى بقول ايه جملة الخامات بقول ايه جملة الخامات لكل صنف جملة الخامات لكل صنف طب ليه انا بقول لكل صنف لان انا ممكن يكون عندي اكثر من خامة ممكن يكون عندي اكثر من ايه من خامة طب انا هعمل ايه الخطوتين فوق بعضيهم يبقى انا هضطر اعمل ايه بجمع البلاستيك في الخطوة الاولى زائد البلاستيك في الخطوة التانية طيب انا بعد ما جمعتهم في عندي ايه وصدهم على طول في الجمع في عدد الايام اجمالي عدد الايام بتاعتنا واجر العام اليوم هضرب عدد الايام في اجر العام اليومي يبقى جبت اجمالي الاجور اجمالي الاجور في عدد الايام كلها طيب بالنسبة للضميمة 44 ده لسه ده في الاخر خالص في الاخر خالص بعد ما بجيب اجمالي الاجور واجمالي 8 الخامات ببدأ اضيف النسبة بتاعتي اللي هي نسبة الضميمة بتاعتنا اللي احنا بتضفع على التكلفة طيب يبقى احنا بنقول يجمع كل خامة داخل كل عمود وتوضع في جملة الخامة وتقرب كمية الخامة الى اقرب كيلو اه نيجي بقى حتة التقريب اما نيجي نتكلم في حتة التقريب طبعا التقريب احنا عندنا الكمية الخامات اللي احنا بنستخدمها كلها بتباع بالكيلو والجرامات الكيلو والجرامات طيب انا عندي الكيلو طبعا الكل عارف الف الف جرام طيب والنص كيلو خمسمائة جرام والتلات اربع كيلو كان سبعمية وخمسين جرام طيب والربع كيلو كان ميتين وخمسين جرام طيب لو انا جايلي تلاتة كيلو ويه تلتمية اتنين وخمسين جرام اه تلتمية اتنين وخمسين جرام طب انا بنطقهم ازاي بقول تلاتة كيلو تلتمية اتنين وخمسين من الف يعني من الكيلو يعني ايه من الكيلو طيب يبقى في الحالة دي ايه دول اللي هم تلتمية اتنين وخمسين اقل من ايه اقل من نص اقل من نص وازيد من الربع اقل من النص وازيد من الربع تقرب لايه للنص تقرب للنص يبقى اقل من خمسمية جرام وازيد من سبعة كيلو وستمية وعشرين جرام اربعة كيلو وستمية وعشرين من الالف اقل من ايه بقى اقل من سبعمية وخمسين جرام وازيد من ايه ايوه سما واحد بقول لي من النص ازيد من خمسمية جرام يبقى هتقرب لكام ايوه لسبعمية وخمسين جرام يبقى هتبقى تلاتة كيلو اربعة كيلو وسبعمية وخمسين جرام طيب كويس جدا طيب لو انا عندي لو انا عندي خمسة كيلو ويه سبعمية وستين جرام سبعمية وستين من الالف اه يبقى هنقول ايه ازيد من سبعمية وخمسين جرام واقل من الكيلو يقرب الى ايه الى كيلو صحيح يقرب الى كيلو ايه صحيح تمام يبقى دول هيبقوا ايه ستة كيلو هيبقوا ستة كيلو طيب لو انا عندي اتنين كيلو و مية وسبعين جرام اتنين كيلو ومية وسبعين من الالف دول اقل من ايه اقل من الربع اقل من الربع هيتقربوا لايه الى ربع هيتقربوا الى ربع يبقى برضو هنقول اقل من ميتين وخمسين جرام يقرب الى ميتين وخمسين جرام يبقى هنقول اتنين كيلو وميتين وخمسين جرام طيب عدق الصنفرة في بعض الاحيان ممكن تيجي بالفرخ وممكن تيجي بالمتر وممكن تيجي بالكيلو في الغالب هي لو جات بالمتر بيبقى بنقربها الى عدد من الامطار عشان نبقى الشغل بتاعنا مظبوط فاحنا بنحاول بقدر الامكان بالنسبة للصنفرة ان احنا نخليها عدد من الامطار الصحيحة طيب لو كان بالفرخ برضو عدد من الافرخ الصحيحة لان ما ينفعش ان انا اقول للراجل اديني فرخ ونص او اديني متر ونص في بعض الاحيان ممكن بعض صحاب المحلات ممكن يديني متر ونص وممكن يقول لي مفيش الا مترين تلاتة بحيث انه معندوش ما ينفعش يعمل عملية تهدير في البيع طيب يبقى انا عرفت كده بالنسبة للتقريب ازاي احنا بنعمل التقريب سواء اقل من الكيلو وازيد من التلات تربع بيقرب الى كيلو واذا كان اقل من نصف كيلو وازيد من الربع كيلو يقرب الى نصف كيلو طيب اذا كان اقل من سبعمية وخمسين وازيد من خمسمية جرام اللي هو النص ايوه يقرب الى ايه يقرب الى تلاتة اربع كيلو اللي هو سبعمية وخمسين جرام طيب نبدأ نشوف عدد الايام برضو عدد الايام يجمع عدد الايام بكل خطوة رئيسيا رأسيا يعني حسب جمل وحساب جملة الاجور جملة عدد الايام في اجر العامل اليوم بعد كده حساب الاجور وسمن الخمات هنجمع الاتنين مع بعضيهم اه انا بعد ما جبت اجمال الخمات وبعد ما جبت جملة الاجور بجمع الاتنين مع بعض بجمع الاتنين ايه مع بعض يبقى انا حسبت التكلفة اللي هي منصرفة بالزبط اللي هي تمن الخمات والاجور اه فاضل ايه بقى فاضل الضميمة ارباح ونسريات اللي هي اتنين وثلاثين في المية اللي هو مندهمني بعمل ايه بضرب النسبة دي في ايه في جملة الاجور مجموعة مع جملة تمن الخمات بجمعهم الاتنين مع بعض وقوم ضربهم في النسبة بيطلع لي مبلغ المبلغ ده بجمعه او بيضاف على جملة الاجور وجملة تمن الخمات وبيكون ده اجمالي المؤيسة او اجمالي التكاليف اللي الراجل صرفها طبعا مش هتبقى اجمالي كلها لان في جزء منها داخل ايه ارباح طيب نشوف الكلام ده ادي الجدول قدامنا خطوات الدهان مديني الخطوة الاولى اهي ودي طبعا عدد الايام للخطوة الاولى اللي في الدايرة ده ودي عدد الايام في الخطوة التانية ودي الاجمالي بتاعهم جمعناهم الاتنين اداني اربعة ايام اجر العامل في اليوم سبعين وهنا جملة الاجور جملة تمن الخمات جملة خمات كل صنف ودي جمعنا الخطوة الاولى زائد الخطوة التانية اداني الاجمالي ده خلصنا وضربنا عدد الايام او اجمالي عدد الايام في اجر العامل اليومي اداني جملة الايه الاجور اللي هي متين وتمانين جنيه دي اسمها جملة الاجور طيب لسه احنا ما جبناش تمان الخمات اه بعد جملة خمات كل صنف بنيجي للخطوة التانية في الجدول اسمها التقريب اسمها ايه التقريب اه الكمية بتاعتنا اللي تلات كام خمستاشر كيلو تلتمية خمسة وسبعين من الف جراب اه دول ازياد ايه دول ازياد من الربع واقل من نص يبقى هيقرب يبقى نص يبقى هتبقى خمستاشر كيلو وخمسمية جراب طيب بعد كده انا خلاص عرفت الكمية بتاعتي بعد التقريب اه مجيني سعر الكيلو كام سبعة جنيه طيب يبقى اما يبقى عندي كمية من البلاستيك خمستاشر كيلو والكيلو بسبعة جنيه يبقى انا هعمل ايه ده حاجات تعتبر في ابتدائي يبقى بضرب جملة الخامة كلها بعد التقريب في ثمن الكيلو الواحد يوم يديني اجمالي تمن الخامة اجمالي تمن الخامة طيب لو انا عندي اكثر من خامة نفس الكلام يبقى جملة الخامة في سعر سعر الكيلو. جملة الخامة في سعر الكيلو. يبقى جبت تمن الخامة وباجي في جملة الجملة بتاع الخطوة بتاعتي وبحطها طلع مية وتمانية جنيه وخمسين قرش. مية وتمانية جنيه وخمسين قرش. طيب هعمل ايه بقى؟ اجل خطوة اللي بعد كده بجمع الاتنين مع بعضيهم. اهل خطوة اللي بعد كده بقى علشان احسب ايه؟ الضميمة ارباح ونسريات جملة الاجوه وجملة تمن الخامات والاعمال الاخرى ان وجدت في نسبة الضميمة. طيب احنا ما جبنات سيرة الاعمال الاخرى. ايه الاعمال الاخرى دي? الاعمال الاخرى دي يا جماعة لو انا دلوقتي مطلوب مني ان انا ادهم المساحة اللي هي خمسة وسبعين بتاعتنا. وفي نفس الوقت الراجل قال لي وانا عاوزك بعد كده تركب لي مشمع في الارضية. اه المشمع اللي في الارضية دي قال لي المتر انت اشتريه. اشتريه انت وركبه. طيب كويس جدا. فانا قمتا ايه ايه المتر بعشرين جنيه. سألني. قال لي المتر بعشرين جنيه. خامة وتركيب ولا خامة بس? اقول له لا. بعشرين جنيه. خامة وتركيب. اه طيب. عنده المساحة حاسبها. وقال لي طبعا عندي عشرة متر. اه يبقى عشرة في عشرين. اداني اجمالي الاعمال الاخرى. كام عشرة في عشرين? بتساوي كام? بتساوي متين جنيه. باجي انا في خانة الاعمال الاخرى وحط المتين جنيه. ما فيهاش حزبة تاني. ممكن يكون مديني الامطار ومديني ثمن المتر. ثمن المتر. او ما انا حاسبها. وحط اجمالي الجملة جملة الاعمال الاخرى في الخانة بتاعتها. وممكن يكون جايب للمبلغ اجمالي كله. وانا بحطه في خانة الاعمال الاخرى. وبيجمع ايضا مع تمن الخامات والاجور. وبعد كده باجمع كل ده. وبدربه في الضميمة. واجمالي الضميمة اللي بيطلعلي بيضاف على اجمالي ثمن الخامات والاجور والاعمال الاخرى. وبيكون التكلفة النهائية لديهان مساحات. الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله.